وزير الخارجية الإسرائيلي أليكوهان قال بدوره أن الجيش الإسرائيلي يضرب جنين بقوة كبيرة وأكد أن العملية العسكرية في جنين مقتصرة على المدينة ولا خطط لتوسيعها في أنحاء الضفة الغربية مضيفاً أن المعركة ليست مع الفلسطينيين إنما مع وكلاء إيران في المنطقة نضرب مراكز الإرهاب بقوة كبيرة أريد أن أؤكد أننا لا نتقاتل مع الفلسطينيين معركتنا مع وكلاء إيران في المنطقة أي حماس والجهاد الإسلامي وهما منظمتان إرهابيتان بتمويل إيراني لن يكون هناك أي ملاذ آمن للإرهابيين وبسبب التمويل الإيراني تحول مخيم جنين إلى مركز للنشاط الإرهابي سنعمل بشكل دقيق ومحدد وسنبذل كل جهودنا لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين